جزارة التربية السورية الثالث ثانوي الأدبي كتاب الجغرافيا الفصل الدراسي الثاني تقدمت مبادر الضوء بصوت المتطوعة ديانا الرجمي يغطي هذا التسجيل الدرس الرابع من الوحدة التعليمية السابعة ملاحظة تم الاعتماد على حلول نوطة الشامل في عالم الجغرافيا للاستاذ إبراهيم الموسى تعاني دول كثيرة ظاهرة المدن العملاقة المليونية التي تشكل أقطابا جاذبة للسكان فنجد عددا قليلا من المدن يستحوذ على نسبة عالية من سكان الدولة أو الأقليم المحيطة بها كمدن الصين ما مساوء التركز السكاني الشديد في المدن المستقصبة؟ واحد على الدولة ألف عجز في تأمين الخدمات العامة بي عجز في تأمين فرص العمل جيم عجز في تأمين خدمات الطاقة اثنين على أقليم المدينة المستقطبة الضغط على الأراضي الزراعية استنزاف المواد الطبيعية التلوث في التربة والمياه انتهت المساوء المملكة المتحدة مدن جديدة للحفاظ على المدن القديمة واجهت المدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية ولا سيما لندن ضغطا سكانيا كبيرا أدى إلى تضاعف عدد سكانها وتوسعها صناعيا توسعا كبيرا فتدهور الواقع العمراني والبيئي والاقتصادي للمدينة فاتجه المخططون في بريطانيا إلى وضع سياسة عمرانية تتمثل في التخطيط للتنمية الشاملة مع التركيز على أقليم لندن وإنشاء وزارة الأشغال والتخطيط ووزارة تخطيط المدن والقرى عام 1942 ميلادي وأقرار قانون إنشاء المدن الجديدة 1946 ميلادي وتم أعداد المخطط العام لمدينة لندن الكبرى التي وضع عددا من التوصيات أهمها الحد من إنشاء المزيد من الصناعات داخل مدينة لندن أو المناطق المحيطة بها إصدار قواليل من شأنها الحد من إزدياد فرص العمل في مجال الصناعة ضمن لندن إنشاء هيئة تخطيطية خاصة بإقليم لندن وتجيع إقامة الأنشطة الصناعية خارجها الحفاظ على الطابع الريفي للحزام الأخضر حول مدينة لندن والإبقاء عليها خالية تماما من التنمية الصناعية مع تركيز الأنشطة الترفيهية فيه ووضع آليات للتحكم في النمو العمراني والسكاني للمدن والقرى المتاخمة لهذا الحزام توطين جزء من سكان لندن خارج الحزام الأخضر في تجمعات عمرانية تكون المدن الجديدة وذلك لخفض الكثافة السكانية داخل المدينة إلى 340 نسمة هكتار خلق توازن بين السكان وفرص عمل في إقليم لندن بتوزيع السكان على ثماني مدن جديدة حول لندن تكون متوسطة الحجم لتمتص استقطاب لندن للسكان لدينا جدول يوضح بشكل أفقي الدولة، المدينة، عدد السكان المدينة، النسبة من سكان الدولة لدينا جدول الدولة، الصين، المدينة، شينجهاي عدد سكان المدينة 24 مليون النسبة من سكان الدولة 2% الدولة، الصين، المدينة، بيجين عدد سكان المدينة 21.5 مليون النسبة من سكان الدولة 1.8% الدولة، مصر، المدينة، القاهرة القبرى عدد سكان المدينة 22.5 مليون النسبة من سكان الدولة 23.3% الدولة، المغرب، المدينة، الدار البيضاء عدد سكان المدينة 4.75 مليون النسبة من سكان الدولة 13.85% أستراليا، المدينة، سدني عدد سكان المدينة 3.78 مليون النسبة من سكان الدولة 15% الدولة، أستراليا، المدينة، مول بيرون عدد سكان المدينة 3.39 مليون النسبة من سكان الدولة 13.48% الدولة العراق المدينة بغداد عدد سكان المدينة 5.56 مليون النسبة من سكان الدولة 14.5% الدولة كندا المدينة تورنوتو عدد سكان المدينة 5.8 مليون النسبة من سكان الدولة 15.46% الدولة لبنان المدينة بيروت عدد سكان المدينة 1.57 مليون النسبة من سكان الدولة 26% انتهى الجدول لدينا مخطط يوضح مدينة لندن كما تم رسمه في عام 1944 في المركز لدينا المركز الإداري مدينة لندن وحولها من ناحية الشمال حدود المنطقة العمرانية ثم حدود الظواحي وبعدها الحزام الأخضر وفي المنطقة التي تليها لدينا العديد من مواقع مقترحة للمدن الجديدة وأيضا لدينا في هذه البقعة مدن حدائقية انتهت الخريطة أن أهم ما ميز هذا المخطط أنه جزء من سياسة التخطيط القومي الشاملة التي اتخذت للتغلب على التكدس السكاني والصناعي في المدين المزدحمة المماثلة للندن بخطة تحمل العناصر الأساسية نفسها لمخطط مدينة لندن لم يحقق المخطط لهدف المرجوم منذ البداية إذ استمرت معدلات النمو السكاني في مدينة لندن بالارتفاع وتساقطت أجزاء من الحزام الأخضر لذلك ازدادت الحكومة أحجام المدن الجديدة لخلق فرص عمل فيها بإنشاء المشروعات الاقتصادية التي تعتمد على الصناعات الخفيفة التي لا تسبب ضرراً بيئياً وتوسيع مساحة الحزام الأخضر من 2000 كم مربع إلى 5000 كم مربع وقد نجحت هذه السياسة في أهدافها وحافظت على التوازن السكاني في محيط لندن لمدة طويلة ويعود سبب نجاح حكومة في سياستها العمرانية إلى إنشاء جهاز خاص لكل مدينة يتولى الحصول على الأرض اللازمة لإنشائها والتخطيطها ومتابعة تنفيذ مخططها ولكل جهاز نظام تمويل وإدارة خاص إدارة محلية لكل مدينة توفير الحكومة الخدمات المتكاملة والأراضي لإقامة الصناعات ومساكن العمال في المدن الجديدة قدرة الحكومة على السيطرة والتنسيق بين جميع القطاعات العامة في المدن بصورة متكاملة مركزية في التخطيط ولا مركزية في الإدارة والتنفيذ القدرة على مراجعة الفكر النظرية وتعديلها إذ ثبت قصورها بما يتلاءم والمتغيرات الجديدة بالسرعة المطلوبة تحكم الحكومة بأسعار الأراضي بالحصول عليها للمنفع العامة وتثبيت أسعارها على أنها أراضي غير منمات تثبيت أسعارها تبقى ثابتة مع الوقت وهذا يمنع تجار العقارات والمضاربي من الاستفادة من شراء عقارات لتحقيق أرباح كبيرة عند التفاع الأسعار انتهت أسباب نجاح الحكومة في سياستها العمرانية استفدت الحكومة البريطانية من هذه التجربة وأنشأت 21 مدينة جديدة في مناطق مختلفة من الدولة على ثلاثة أجيال مع اختلاف حجم المدينة ووظيفتها حسب غاية إنشائها أسس اختيار مواقع المدن الجديدة يجب أن تكون المدن الجديدة خارج الحزام الأخضر تماما لكن ليست بعيدة خارج نطاق إقليم العاصمة ولذلك اختيرت مواقع تلاوح بعدها عن مركز لندن بين 32 كيلومتر و50 كيلومتر يجب أن تكون المدن الجديدة على محاول الحركة الرئيسية سكاك حديدية وطرق السيارات السريعة لتيسير ربط المدن الجديدة بباقي المدن والضواحي من حولها يجب إقامة المدن الجديدة قرب قرى أو مدن قديمة لتعطيها الدفع السكانية الأولى وهذا الذي يغمن نجاحها انتهت فقرة أسس اختيار مواقع المدن الجديدة الآن جدول ملخص تجارب السياسات العمرانية تجربة مسؤولية اتخاذ قرارات إنشاء المدن الجديدة في البرازيل هيئات التخطيط بالدولة فينزويلا هيئات التخطيط بريطانيا هيئات التخطيط تجربة الظروف العمرانية والسكانية البرازيل ظهور أقطاب سكانية كبرى وتفاوت توزع السكان فينزويلا تفاوت في الكثافة السكانية بريطانيا ضغط سكاني كبير على العاصمة تجربة إدارة مشروعات المدن الجديدة وتنفيذها البرازيل نجحت في تحقيق أهدافها إذ ارتفعت لكثافة السكانية في المناطق الجديدة وتحولت تيارات الهجرة الداخلية إليها فينزويلا وضعت تطور للتخطيط الاقتصادي الطويل الأمد نجحت في استقطاب السكان بريطانيا نجحت في زيادة أحجام المدن وحافظت على التوازن السكاني لدينا خريطة للسياسة العمرانية في سوريا حاجة يفرضها الواقع المراكز البشرية في سوريا مدن أكثر من 3 مليون نسمة في دمشق وحلب مدن بين 1 و2 مليون نسمة في حمص من بين 0.4 ل 1 مليون نسمة في ترطوس اللاثقية، أنطاقيا، الإسكندرية، إدلب، حمى، دير الزور، الرقة، والحسكة، السويداء، درعة، والإقناترة، قرى ومدن صغيرة كثافة مرتفعة لدينا على حدود البحر المتوسط تشمل حمص، دمشق، وحلب أما كثافة متوسطة فهي إلى الداخل من منطقة الساحل بالإضافة إلى منطقة نهر الفراد كثافة منخفضة في البادية السورية انتهى شرح الخريطة واحد صنف التوزع السكان والعمراني في سوريا واذكر نقاط ضعفه الجواب يتركز السكان في سوريا في الشمال والغرب وأقصى الجنوب الغربي والشمال الشرقي نقاط الضعف ارتفاع الكثافة السكانية في مناطق دول أخرى ظهور مدن ذات أقطاب جاذبة السؤال الثاني ما المدن الذي تشكل أقطابا جاذبة للسكان في سوريا الجواب حلب، حمص، دمشق ثلاثي مستفيدا من تجارب السياسات العمرانية التي درستها وبصفتك عضوا في فريق التخطيط الإقليمي لجمهورية العربية السورية وعالج نقاط الضعف التي تم رصدها في التوزع السكان العمراني لسوريا واخترح خطة لحلها وفق الآتي المشكلة التي اختررت معالجتها عدم التوازن في توزع السكان الأهداف التي تسعى الخطة لتحقيقها واحد، محاولة جذب السكان للمناطق ذات الكثافة منخفضة ثنين، تحقيق الأهداف عن المدن الكبرى وتخفيف الضغط المعايير الواجب توفرها لنجاح الخطة إقامة مدن في الداخل السوري في مناطق الثروات لاستقطاب السكان ومناطق تصل إليها طرق المواصلات الجهات المعنية بالتخطيط والإدارة والتنفيذ وزارة التخطيط، الإدارة المحلية، المكتب التنفيذي دور الحكومة، على الحكومة أعداد خطط الموازنة والإشراف على التنفيذ مراحل الخطة واحد، تحديد مناطق الثروات والموارد الطبيعية اثنين، إقامة المدن ووضع المخطط العام للمدينة وإقامة المنشآت الصناعية ثلاثي، توفير الخدمات الضرورية لهذه المدينة أرسم خريطة الجمهورية العربية السورية مسمية للحدود البرية والبحرية وحدد أماكن المراكز العمرانية الجديدة التي ستقترحها المراكز العمرانية الجديدة التي تم اقتراحها على الخريطة منطقتان إلى الجنوب من الحسكة إلى الشمال من الميادين ودير الزور المنطقة الثالثة، بين تدمر والنبك إلى الداخل من الساحل السوري ترجمة نانسي قنقر